اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا ربكم بخير وسحة و سعادة وحشتوني كتير جدا من الفيديو اللي فات وبشكر كل متابعين ومحبين يوميات دودو على الفيسبوك وكمان على اليوتيوب ان شاء الله كده النهاردة هنعمل مع بعض الكحك بتاع المحلات ايه دايب يطلع معاك انجح واطعم كمان من بتاع المحلات بطريقة سهلة وبسيطة وكمان كله على البارد تعالوا نسمي باسم الله ونصلي على رسول الله ودعموني بأحلى لايك ونبتدي مع بعض نشوف المقدير انا معايا سمسم والنهاردة الشغلة هيكون على اتنين كيلو من الدقيق ومعايا محلب مطحون وريح الكحك وبكن بودر وطبعا هنحشي الكحك بتاعنا بالملبن والمكسرات الجميلة انا معايا هنا فصدق على لوز على سوداني يعني حبة كده ايه على بندق مشكلين تمام كده هنركن بقى الملبن والكلام ده كله هنبتدي وطبعا معايا كوبايتين من اللبن اللبن بدرجة حرارة المطبخ يعني لا سخنة ولا اي حاجة ولسمنا نفس النظام كله زي ما قلتلكم على البارد تعالوا كده بقى نسمي باسم الله ونصلى على رسول الله عشان الحاجة بتاعتنا تتملي كده بركة وخير وتعالوا بقى نفتح مع بعض الدقيق وهنعجن طبعا في الطبق كده على طول طبعا الدقيق زي ما قلتلكم ده لجميع الاستخدامات انا جربته بصراحة حلو جدا في المتناول الجميع ومضمون هقدفت كده الاتنين كيلو من الدقيق عليهم معلقة من رحة الكحك معايا خمس معالق من السمسم طبعا السمسم عايزة قطريه عايزة تقلي ليه دي حسب رغبتك انت مش عايزة تضيفي سمسم خالص طبعا مش اي مشكلة عليهم معلقتين من البيكين بودر كل كيلو عليه معلقة ومعايا هنا كده نص معلقة من المحلب لو عايزة تستكفي بالمحلب بس تمام استكفي بالمحلب بس انا بحب الاتنين مع بعض تاكل مهما تاكل زي ما قلتلكم بيبقى ما فيش اي مشاكل خالص ولا اي قلق من الكحك معايا معلقتين من البيكين بودر لكل كيلو معلقة هجي تاني هكمل المعلقة اللي معايا ومعايا رشة ملح زي ما قلتلكم حاجة كده سنة يعني رشة الملح دي بتبقى موجودة معانا في اي مغبوزات تمام كده ضفت الاتنين كمان من البيكين بودر طبعا الكحك بتاع المحلات مش بيبقى فيه خميرة ما بيدفلوش اي خميرة هم بيستكفوا بس بالبيكين بودر ومعايا اربع معالق من السكر البودر ادي معلقتين ودي معلقتين لكل كيلو معلقتين سكر من البودر طبعا من فشحوا بايبات لان زي ما قلتلكم هنشتغل على البارد كله فمش هيدوب معايا معايا كوبايتين من السمنة البلدية عليهم كوبايتين كمان من السمنة اللي هي العلة بأي نوع دي كده انا مسيحاها وبردة معايا خالص زي ما قلتلكم بدرجة حرارة الغرفة هاهو عاير كمان مع مجين تاني زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات ان عندي المجين نص كيلو لكل كيلو من الدي سوى الكحك بتاع امهاتنا وجدتنا الكيلو برضو بياخد نص كيلو سمنة اللي على البارد برضو بياخد نص كيلو من السمنة عايزة يبقى ناعم معاك او يبقى نص كيلو معلقتين او تلات معالق كده يديكي بقى النعمية بس ده ما بيبقاش مستحب مش هتعرفة تمسكي ايه لكن الكحك ده ما شاء الله زي الفل اهو انا بعاير هنا كده السمنة زي ما بقول لكم كله على البارد وتبتدي بقى كده طبعا ما تسيبش اي حاجة خالص في المج بتاعك لان ده من المقادير هابس بقى كده شمر ايدي واسم بسم الله ونبتدي نبس الكحك بتاعنا بصو تبس بقى كويس جدا اهم حاجة في الكحك اللي زي ما قلت لكم المقادير تكون مظبوطة جدا جدا وكمان طريقة العمال تكون مظبوطة جدا ما تستعجليش في حاجة حطي لايك وكملي الفيديو معايا ان شاء الله هبهركم اهو هنبتدي كده اه تبسي عايزة طبعا تضع في الكمية اه زي ما انت حابة اه ضع فيها زي ما انا عاملة كده بتضيفي مثلا تلاتة كيلو يبقى ستة من المجات او كيلو ونص من السمنة وهكذا وهكذا زي ما انت عايزة بصو ما شاء الله عندي كده بسيت كويس جدا الكحك بتاعي كأنه مش عايز حاجة هنزل عليه كده بكوباية لبن هتوه بقى الاول كوباية اللبن دي وبعد كده نرجع نضيف كوباية اللبن التانية لكل كيلو كوباية لبن وزي ما قلتلكم كل دقيق بيختلف عن الدقيق اه في ممكن يحتاج وفي ممكن تستكفى مثلا على كوباية ونص حسب الدقيق اللي في ايدك انا الدقيق اللي معايا كوبايتين بالزبط العاجين هتشوفوها معايا عاملة زي الملبن والله العظيم عاملة زي الملبن كده تشكليها زي ما انت عايزة عايزة تشكليها بقى بالبصامة طبعا احنا نشكلها بالبصامة عايزة تشكليها بالمنقاش بالمكان بتاع الكحك اللي انت شفتوه معايا قبل كده دي براحتك نشلت هنا كده الوش بتاعي اللبن كان ماشاء الله كنت غليها قبل كده بس كان طبعا زي ما قلتلكم بدرجة حرارة الغرفة مش دافي ومش ساخن ولا الكلام ده كله والسمنة برضو عندي كله على البارد يعني انت وقفة كده ممكن قبل الفطار او بعد الفطار تحمليهم وانت وقفة كده مش هيخدوا معاك اي وقت خالص ولا مجهود خلصت معايا كده ما شاء الله العجينة بصوه ملبن لم شقق ولا اي حاجة خالص تشكليها زي ما انت عايزها اهو طبعا ان الطبق بتاعنا نضيف جدا وزي الفولد هجيب بقى استريتش رول وهغطيها عشان نعمل مع بعض الملبن عايزة تعملي بعجمية اعملي بس طبعا الملبن مضمون مليون في المية عن العجمية ممكن تنشف منك ممكن تلزق لكن الملبن بيبقى سهل جدا وطريقته مضمونة عندي كده نص كيلو من الملبن عليهم ثلاث معالق من الزبدة او السمنة وهدعاكم كويس جدا والمكسرات اللي عندي يضيفيها عايزة تضيفي سمسم وسدان يضيفي عن جمل هي اساس العجمية او الكحك اللي هو بملبن عين الجمل بس احنا بصراحة مش بنحبها وما كانش موجود عندي اصلا فاللي موجود يسد الحقوق ممكن تعمليها بملبن سادة براحتك تقلبي كده وحطي المكسرات اللي هي يعني اللي انت حباها ونبتدي كده جبت طبعا نشا او دقيق ينفع نشا او ينفع دقيق عشان ما تلزقش معاكي طبعا هتلاقيها ملزقة جدا نفع دقيق زي ما تشوفي بعفر ايدي بالنشا وبعد كده ببتدي اعمل كويرات برضو زي البلية الصغيرة كده خلينا نقول اهو او الحمصية يعني برضو دي حسب رغبتك انتي كورتهم كلهم كده بالشكل ده ونبتدي نشتغل بقى في العجينة كبت البصامة انا هشتغل النهاردة بما ان ان احنا هنعمل الكحك بتاعي المحلات فانا هشتغل بالبصامة بتجيبي حب دي كده وتعفريه عشان ما تنتش معاكي العجينة وادي الصيجان ابني جابهالي ونبتدي كده نفرد العجينة وتقفليها بقى وبعد كده نعملها بالبصامة بصوا بقى الجمال او تعفريها الاول كده بالبصوا النقشة عشان تبقى باينة معايا اكتر بضغط عليها جامد وبقيت معايا الله اكبر عليها بصوا هعمل معاكم كمان واحدة تاني على صبع كده وتعملي فتحة وبتضيف الملبن بتاعك وينفع كمان بالعجوة حسب ما انت عايزة ونكورها وبعد كده نبصامها ولو تقدري كمان تعمليها بالمنقاش هوريكم دلوقتي هعمل كم واحدة معاكم بالمنقاش بس انا زي ما قلتلكم ان انا هعمل كله بالبصامة طبعا نص كيلو الملبن ما شاء الله كفة معايا عشان انا مش مكورة الملبن عاملة كوايرات صغيرة يعني فكفت معايا ما فيش هلا كم واحدة بس هما اللي طلعوا سادة تقدري بقى تعملي سادة حسب ما انت ما بتحبي وبتاكله تعملي سادة بعجوة بملبن زي ما انت حبها حبني العجمية ومتمكنة وهتعرفي تعمليها تمام لو عايزين طريقة العجمية اعملها لكم تمام هاعملها لكم اكتبولي في الكومنتات بس انا بصراحة استسهلت يعني زي كلنا الواحد بيبقى ايه عايز ينجز في كل حاجة ما شاء الله الكحكاية طلعب بتتحك بجد والله العظيم عسل اهو الله اكبر عليهم هدا تخلهم بقى الفرن على درجة حرارة ومية وتمانينUpUpA وشغل الشواية حاجة بسيطة جداً ما بيخدش وقت عشان ما يتحل الملبن ميصحش معاك في الكحكاية طلعتacs الله وأكبر عليها بتاخد بقى ثلاث ساعة زي ما قلتلكم قبل كده ربع ساعة حسب كل واحدة وفرنهم بصوا مش مستحمل ايديه ناعم جدا والله اكبر على الملبن يا سلام على البندق ده ولا الفصدق ولا ايه اللي جواها دي حاجة كده الله اكبر بألف هنوشفة كل سنة وانتو طيبين وتجربوا كده الكحك بتاعي وان شاء الله ينجح معاكم ويطلع زي العسل من ايديكم ودي الكمية الله اكبر حلوة جدا وهنا بقى زي ما قلتلكم انا بشيله كده عندي مش بضيف عليه السكر كله وبضيفه وقت التقديم بس بصوا الجمال من تحت ومن فوق حاجة كده الله اكبر يعني فاخر من الاخر لور ولا العبد ولا الكلام ده كله البلدي يوكل اهو مش ردي تثبت كده وماشاء الله دي الحاجة اللي انا عملتها حاجة كده بجد تلك